تقول يعني ممكن أعرف حكم موضوع التعارف بين الشاب والفتاة قبل الزواج و ما هو الحكم قبل يعني وجود العقد خلود من تركيا بارك الله فيك بالنسبة لي العلاقة بين الشاب وبين الفتاة قبل الخطبة علاقة أجنبي مع أجنبية ولذلك لا يجوز له أن يصافحها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يجوز له أن يتحدث معها لا يجوز هذا كله محرم ولا يجوز ولذلك الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم و يقول جل وعلا و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيم قل جل وعلا و إذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب و يقول جل وعلا و لا يخضعن و لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلنا قولا معروفا لذلك علاقة أجنبي مع أجنبيه إذا تقدم الشاب و خطب هذه الفتاة ينظر فإذا قبل أصبح وعد بالزواج و ليس هو عقد زواج هذا يسمى وعد بالزواج فإذا تقدم و رضيه أهل الفتاة و قبلوا به هنا الآن تخف درجة العلاق بمعنى أن له مثلا أن ينظر إليها النظر الشرعية ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها بحضور والدتها بحضور والدها مثلا بحضور بمعنى أن لا يكون هناك خلوة كذلك له أن يتحدث معها فيستنطقها ليعلم يعني ليعلم فكرها و عقلها و حسن تصرفها مثلا لا بأس ما دام أنه في حدود المشروع يعني ليس هناك خلوة ولا شيء من هذا القبيل الخطوة الثالثة العقد إذا عقد عليه أصبحت زوجة له خلاص الآن زوجة له فهذه هي المراتب التي يعني فيما يتعلق بعلاقة الفتاة الفتاة بالشاب أو الشاب بالفتاة إذا أراد و رغب في الاقتران بها